موسيقى قد يبدو من المبكري أن يكشف الستار عن أسماء الفائزين لكن نخبة من الكتاب والمخرجين والنجوم تنبأ لنا بأسماء الأفلام الجديرة بالجوائز وذلك ضمن الفعاليات التي تسبق حفل الافتتاح الكبير فمن سيحظى بالأسكار هذا العام موسيقى ما زال النجم العالمي لناردو ديكابريو محط أنظار المحللين والنجوم وذلك بسبب حلمه في نيل جائزة الأسكار عن أفضل ممثل وهي التي رشح لها خمس مرات خلال السنوات السابقة ولم ينالها بعد اليوم هو أقرب من أي وقت مضى للجائزة عن دوره في The Revenant لنجاحه المبهر في تأدية أحد أصعب أدواره المركبة بحسب نقاد كثر المخرج لديه بصيرة خلاقة ويبدو من كل الاحتمالات أن ليوناردو سيفوز بجائزة أفضل ممثل التمييز العنصري خيم على ترشيحات الأسكار هذا العام بحسب المراقبين فيما يلوم فريق فيلم ستريت أوتا كامتن لجنة الأسكار لتجاهلها الجهد الكبير الذي بذله الكاتب والنجوم وحجبت جائزة أفضل فيلم عنهم حيث لم يبقى لهم سوى جائزة أفضل السيناريو أصلي إذ لم ينتزح منه فيلم سبوتلايت إنها مخيبة للآمال ولكن من ناحية أخرى تم ترشيحنا للعديد من الأشياء والكثير من الناس أحبوا الفيلم لا يمكن أن نشغل أنفسنا بالسلبيات علينا أن ننطلق لقد انتهى التصويت وحسم كل شيء يرى بعض نجوم السجادة الحمراء أن سبوتلايت حق بالفوز هذا العام كأفضل فيلم عن قضية التحرز بالأطفال التي شغلت الصحافة ولا يقل ذا مارشن عنه أهمية فقصة رائد الفضاء أثارت الجمهور بكل تفاصيلها من قوة في الصورة والأداء فيلما بسيناريوهين مختلفين خطفاء الأنفاس أحدهما أصلي والآخر مقتبس في الليلة قبل أعلان الأفلام المرشحة كنا نفكر إذا أحرزنا خمسة ترشيحات سيكون أمرا رائعا للغاية وتفاجأنا بست ترشيحات أشعر بأنها ستكون لعبة جماعية بالنسبة للفريق وسنشجع الفريق بأسره شعرت بسعادة غامرة لترشيح توم مكرثي لجائزة أفضل مخرج ربما سأذهب مع فيلم سبوتلايت لأنني مندهش من طريقة صناعة هذا الفيلم والأداء وأسلوب الكتابة بين أفضل مخرج وأفضل فيلم يقف آدم مكي منتظرا أن يتسلم جائزته على مسرح دولبي عن فيلم The Big Short رغم ترشيح الفيلم لجوائز أخرى عديدة لتمييزه قابلنا مكي وبدوره أثنى على فيلم Inside Out مؤكدا أنه يستحق الأسكار بجدارة حقا أحببت Inside Out أعتقد كان من المذهش ما قدمه عن الصحة النفسية إنه رائع للأطفال وكذلك للبالغين كما أنني أحببت يوميات فتاة في سن المراهقة أحببت كريد أيضا أعتقد أنه فيلم رهيب أتدري هناك أمر عظيم هو العدد الكبير من الأفلام المتميزة قد يفوز سلفستر ستالون بعد عودته إلى دوره الشهير كلاعب الملاكة مراكي فالحنين هو ما دفع بالجميع إلى تكريم ستالون عن دوره الذي خسر الأسكار عنه عام 1976 وقد تكون فرصته الأخيرة لأنال تمثالا ذهبيا عن أفضل ممثل مساعد أود القول أنني سعيد للغاية من أجل سلفستر ستالون تكهنات كثيرة تحيط بالمرشحين الأكثر حظا لنيل الجوائز ونجوم السجادة الحمراء أعلنوا عن منافسة حد في أوسكار 2016 أما عشاق السينما فما زالوا ينتظرون إعلان النتائج على أحر من الجمر وحتى لو بلغت التساؤلات دروتها اختلفت التوقعات والجائزة واحدة رعفي بوصيان العربية هاليوود كاليفورنيا